اشتركوا في القناة لبحث المرحلة القادمة وآخر التفاصيل الخاصة بتطوير مسابقات الناشئين الاهتمام بالكورة النسائية بحث موقف المنتخبات الوطنية الدوري المصري والكاس والاجتماعات مع الربطة كل ده هيبدأ بقى من النهاردة لان فيه اجتماع جاري في هذه اللحظات وانا معاكم على الهواء مباشرة لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكورة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام يمكن عندهم منقشة لتقرير المدير الفني البرتغالي كارلوس ساكيروش لمنتخبنا الوطني تقرير فني بقى شامل ووافي بكل الاستعدادات الجارية في الفترة القادمة قبل مباراة السنغال في التصفيات الافريقية الدور الفاصل والحاسم المؤهل لكأس العالم فكرة بقى الدوري يتوقف الاندية الافريقية عندها او الاندية المصرية عندها مباريات رسمية في المسابقات الافريقية كل دي امور بالتأكد يبقى فيها صعوبة ان المنتخب يعمل معسكر قبل الفترة هذه في المرحلة القادمة بسبب طبعا ان في مباراة للاهل والزمالك والبرامدز والمصري في دوري ابطال افريقية الشيء المهم وانا بختم الكلام على اتحاد الكورة كمان من ضمن الامور اللي هتتناقش التشكيل الجديد للجنة الحكام في الفترة القادمة ويمكن وانا على الهواء مباشرة هو قبل ما يطلع اي قرار اتمنى اتمنى في الفترة الحالية يكون فيه قرار مهم جدا بالنسبة لهذه اللجنة لان دي اللجنة اللي هتقود الموسم بالكامل فاذا ما غيرتش دلوقتي او ما عدلتش دلوقتي مش هتغير تاني خلال الفترة اللي جاية بالنسبة له لجنة الحكام لان ده اللجنة الوحيدة اللي كان دايما فيه مشاكل بتصار حوليها بسبب الاخطاء التحكمية الكبيرة جدا والشغل المميز لربطة الاندية اللي كانت بتعمله كان دايما معظم الاخطاء التحكمية من لجنة الحكام كانت هي بقى النقطة اللي كانت بتسبب مشاكل فيه الدوري المصري فيه الفترة السابقة فالاتحاد الحالي برئاسة أستاذ جمال العلام عنده فرصة تاريخية وزهبية ان يجري تعديل او اعادة هيكلة وتشكيل لجنة الحكام في الفترة اللي جاي على مدار الحلقة هنحاول نشوف ابرز القرارات اذا الاجتماع انتهى ونحن معاكم على الهواء مباشرة طيب